كابتن هل فعلاً أنه الدوري الآن مضغوط؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو أكيد طبعاً كل الدوريات هي مضغوطة يعني مو فقط الدوري العراقي أنت تعرف إذا ما يضغطون الدوري الدوري راح يطول يعني منها تقريباً للسابع أو للثامن يطول لأنه أنت ذا تلعب كل أسبوع مباراة راح راح تكاربعين أسبوع أربعين أسبوع وراح يجينا الحر ونظل نلعب فإذا أنا أعتقد ضروري أنه بس هذا بالنسبة لنا كعراقيين هذه ثقافة جديدة أنه أنت اليوم تجي العام مستنع أنه تضغط الدوري صعبة صارت على الفرق صعبة صارت على الأندير هذا ما دلل أنه تدري أكثر الفرق اشتكت أنه السفر اللي خاصة بين المحافظات كم محافظة عندنا عندنا تقريباً 12 محافظة مع عدل الإقليم مع عدل الإقليم 16-17 صح لو لا إذن أنت تأثر على الفرق تأثر على اللاعبين هم ما دللناه هذا كله وين يصب يصبوا مصلحة المنتخب يعني هذا يأثر على على لاعبين المنتخب الوطني إحنا اليوم اليوم لازم راعي الفرق والأنديا على على حساب المنتخب لأنه إذا إذا ظلت تلعب بكل ثلاث يام أنا أعتقد هذا حتى استشفاه ما تقدر لأن هذه ثقافة ثقافة أنديا لاعبين حتى بالبداية نوعز البداية بالبداية الفرق ما عدت الإعداد الصحيح نعم بداية الإعداد نعم قبل دخولهم مهمة جدا صحيح قبل دخولهم للدوري هذا أثر رون كابتر حبيب كانت تكون فسحة قبل نعم الدوري انطلق هذا الدوري هذا الدوري ما صارت به فسحة لا فسحة الإعداد قبل ما ينطلق قزي قزي ما صارت به يعني تقريبا أكثر الفرق يمكن عدت لها يمكن شهر أكو فرق عدت شهر بس الدوري تدهي شهر نهاية سبعة وبدأ نهاية عشرة ما عدت أو نهاية تسعة وفرق ما عدت يعني أكو فرق راحت يمكن بخمسة لاعبين طلعت مع عسكرات لاعبين المحترفين ما لتحقوا هذا كل أثر أثر على الأعداد الفرق ما أثر هذا بعدين الدوري